موسيقى من الميادين هذه نشرة اخبارية مفصلة حياكم الله وإلى العنوين يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حين هذا لن يبقى شيء اسمه سوائي السيد نصر الله يتوعد إسرائيل في ذكر انتصار تموز بإعادتها إلى العصر الحجري وبزوالها إذا اعتدت على لبنان وأعلام الاحتلال يقول ارتياحه يقلقنا جدا شهدان بنيران الاحتلال خلال تصديهما لاختحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحة القوات الروسية تشن هجمات على مناطق أوكرانية قرب الحدود مع بولندا ورئيس بيلاروسيا يعتبر نشر أسلحة نووية رد فعلا على عسكرة أوروبا الشرقية مجلس السلم والأمن الافريقي يفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في النيجر بعد اتهامه بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا ترامب يندد بالتهم والمدعية العامة تمهله عشرة أيام لتسليم نفسه بنزويلا تطعن في قرار الجنائية الدولية حول مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتصف القرار بأنه ذو دوافع سياسية واضحة أهلا بكم توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قادة الاحتلال بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري في حال شنهم حربا على لبنان وذلك بتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية بالصواريخ الضقيقة التي تمتلكها المقاومة وخلال كلمته في ذكرى السابعة عشرة الانتصار عام 2006 أكد السيد نصر الله أنه في حال تطورة المعركة لتشمل محور المقاومة فإنه لن يبقى شيء اسمه إسرائيل أنا أقول لهذا العدو اليوم أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري المطارات المدنية المطارات العسكرية قواعد سلاح الجو محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء محطات المياه مراكز الاتصالات الرئيسية مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكتر مصافي النفط والبنزين والأمونيا لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة ولو فعلت كل الإب الحديدية تبعك والعصر السحرية تبعك والباتريوت تبعك طيب سقط كمية من الصواريخ لكن شو العدد اللي بيحتاجه هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة يمكن أن تعيد بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حين هذا لن يبقى شيء اسمه إسرائي السيد نصر الله أكد أن حرب تموز 2006 أجبرت إسرائيل على إدخال استراتيجيات جديدة لها علاقة بالدفاع والحماية من قوة المقاومة وإمكانياتها وشدد على أن الجيش الإسرائيلي وبعد سبعة عشر عاما من التدريب والتأهيل هو ليس الآن أفضل حالا من قبل لذلك من 2006 شفنا شيء جديد في استراتيجيات العدو وخطط العدو له علاقة بالدفاع السلبي بحسب المصطلحات العسكرية وبالدفاع الإيجابي بالدفاع السلبي يعني بناء الملاجئ بناء الأماكن الآمنة موضوع الحرائق موضوع الإطفائيات موضوع المستشفيات موضوع الوصول إلى الناس بسرعة موضوع إلى آخره دفاع الإيجابي اللي له علاقة باعتراض الصواريخ باعتبارها فاتت بشكل أساسي على المعادلة واضح أدخلتها حرب تموز بقوة وتعززت بعدين بحروب غزة هل استطاعوا خلال سبعتاشر سنة أن يقوموا بترميم قوة الجيش الإسرائيلي يعني هلأ هو أفضل حالا أحسن حالا مما كان عليه بالألفين وستة بعد سبعتاشر سنة من الترميم والتدريب والمناورات والتجهيزات والتكنولوجيا الجديدة اللي فاتت عليه لا أكيد لا السيد نصر الله تطرق في كلمته إلى حادثة الكحالة حيث اتهم زعامات وشخصيات وقوى سياسية لبنانية لم يسمها ومنابر إعلامية بالدفع نحو حرب أهلية مشددا على أن اللبنانيين سيخسرون جميعا في حال الانزلاق نحوها وأن أطراف الخارجيين كثرا سيعملون لتأجيجها إن اندلعت من خلال أدائها وسلوكها وبيانها ومواقفها ومعها طبعا وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية معينة تدفع البلد باتجاه الانفجار تدفع البلد باتجاه الحرب الأهلية بالنهاية مش في شارع واحد عم يتعبق في شارعين عم يتعبقوا قد نتبهوا اللي عم بيصير هو التعبئة لأكثر من شارع تعبئة لأكثر من منطقة تعبئة لأكثر من ساحة طيب بعدين مين بيقدر يمسك مين بيقدر يسيطر على الموقف هؤلاء أنا الليلة أتهمهم وعند الدليل العلني يعني بياناتهم وخطاباتهم ولغتهم وحدتهم وتعابيرهم وجوههم وأنفاسهم أنها تدفع لبنان للحرب الأهلية إذا أخذتوا البلد على حرب أهلية عاشوا عم تراهنوا إذا صار حرب أهلية بلبنان أنتوا بتتوقعوا أنه في حد بالعالم هيجي يتدخل ليوقف حرب أهلية بالعكس إذا صار في حرب أهلية لا سمح الله بلبنان هناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعير هذه الحرب الأهلية تزدت البنزين عن نار وتزدت الزيت عن نار وفي الملف اللبناني أيضا أعلن سيد نصر الله أن الحوار قائم منذ مدة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتجري مناقشة عدد من الملفات والاقتراحات والأفكار وأكدان مسار الحوار إيجابي إخوانا وأصدقائنا بالتيار الوطني الحر اللي بلش من مدة والمسار اللي ماشيه مسار إيجابي طبعا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه عمنا إش اقتراحات وأفكار ونصوص وعدد كبير من الصفحات لكن الموضوع موضوع جدي ويمكن أن يصل إلى نتيجة إن شاء الله وأيضا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه يحتاج إلى التشاور لأنه ما بيكفي بعض الأفكار أو بعض المشاريع أنه يتفق عليها حزب الله والتيار الوطن الحر هذا يحتاج أيضا إلى مرح التشاور وتوافق مع قوى سياسية أساسية في البلد لكن اللي عم نشتغل عليه نحن والتيار هو الاستفادة من الوقت يعني واضح نحن مقتنعين أنه ما في وقت وما عنا ترف وقت ولازم نشتغل بالليل وبالنهار رغم أنه هذه تحتاج إلى الوقت ولكن يجب اختصار الزمان ما أمكن للوصول إلى النتيجة الممكنة والمطلوبة هذا وبقيت مواقف سيد نصر الله إضافة إلى الأزمة الداخلية في الكيان المحتل في صدارة اهتمام الإعلام الإسرائيلي وقد رأى معلقون اليوم أن تحليلات الأمين العام لحزب الله تظهر إلماما كبيرا بالشأن الداخلي الإسرائيلي إضافة إلى ارتياحه الشديد الذي رأى فيه معلقون مدعاة لقلق كبير من بين المواضيع التي تصدرت الاهتمام ورأت أن خطابه ولسيما وعيده بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري يحتوي على قدر كبير من الثقة بالنفس وبالقدرات العسكرية لحزب الله إلى ذلك نشرت صحيفة إسرائيل هيوم في صدر صفحتها الأولى مأزق نتنياهو متعدد الجبهات كما وصفته وعنونت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى مأزق نتنياهو متعدد الساحات وأشارت إلى تراجع كفاءة الجيش في ظل تهديدات الحرب ورفض الخدمة في ظل انقسام الشعب وتصادم السلطات وأضافت أن ثورة القضائية كتبت بند التغلب واختيار قضاة المحكمة العليا وفيما أشارت إلى غلاء المعيشة والعز رأت الصحيفة أن أمام رئيس الحكومة قرارات مصيرية بعضها يمكن أن يسقط الحكومة وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد اتهمت نتنياهو بمواصلة محاولة إخفاء الصورة الكاملة بخصوص تراجع كفاءة جيش الاحتلال ولمحت إلى أن معنيين في مكتبه تحدثوا عن إمكانية اللجوء إلى آلة كشف الكذب للكشف عن مصدر تسريب النقاشات الأمنية محاولات رئيس الحكومة إخفاء الصورة الكاملة بخصوص كفاءة الجيش مستمرة وأنا أعتقد أن هذا يفترض أن يقلق كل واحد مننا بالأمس خلال النقاش الذي عقده مع كبار قادة الجيش قال لهم هذا النقاش هو نقطة إشكالية كل شيء تقولونه سيتم تسريبه وهناك من يرى في المؤسسة الأمنية والعسكرية في كلام رئيس الحكومة محاولة تحذير للجيش من نقل كل المعطيات مصادر في الحكومة اعترفت أمامنا أن المعطيات الكاملة لا نخفيها فقط عن اللجنة الفرعية وعن الجمهور بل عن وزراء في الكابينت فخلال نقاش للكابينت قبل أسبوع قال لنا وزيراني أنه تم كبحهما من قبل رئيس الحكومة بعد طلبهما الحصول على صورة عن وضع كفاءة الجيش ومعنا من بيت الأحمى مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام ناصر بعد التحية يعني توعد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الكيان الإسرائيلي بيعادته إلى العصر الحجري هذا كيف انعكس في فهم القادة داخل الاحتلال الإسرائيلي في فهم المعلقين العسكريين والمعلقين السياسيين الذين يعني تحدثوا عن إلمام السيد ناصر الله بالشؤون الداخلية الإسرائيلية وتحدثوا عن القلق يعني نتيجة ارتياحه الكبير خلال خطابه يوم أمس هذا كيف انعكس ونسأل يعني أيضا ربطا مع التقارير المتواصلة داخل إسرائيل حول تراجع كفاءة الجيش الإسرائيلي ناصر صباح الخير مروان أولا لا يوجد موقف عسكري موحد هناك جنرالات في اتجاه وجنرالات آخرون في اتجاه آخر لا يوجد موقف عسكري موحد لا يوجد موقف سياسي أو أمني موحد وبالتالي يمكن ملاحظات بعد التقارير الاستخبارية تشك بأنه حزب الله امتلك صواريخ كاسرة للتوازن وهذا يفسر حديثه المباشر للإسرائيليين وأن الصوت العالي لا يخيف الصوت العالي من إسرائيل لا يخيف ويرد عليه بكل تودا وبكل هدوء وبالتالي التوازنات التي يملكها حزب الله ويملكها سيد حسن ناصر الله تثير انتباه الإسرائيليين هذا من جانب أما من جانب الجمهور الإسرائيلي فهو يرى أنه لا يوجد أي سبب لي اندلاح حرب مع لبنان أو مع غيرها وأنه نتنياهو فتع عليهم حرب داخلية تحتاج إلى سنوات من أجل إيقافها وبالتالي هذه حرب زائدة منذ البداية لا نرى تشجيعا لا إعلاميا ولا من جانب المستوطنين تجاه هذه المعركة ويبدو أن استطلاعات الرأيية تم إخفاءها لا أحد في إسرائيل يريد أن يحارب لبنان أو حزب الله باستثناء نتنياهو شخصيا لأنه من مصلعته الجيش ضعيف بوجود هيرتسي أليفي هيرتسي أليفي يهاجم من جانب الجنرالات الآخرين وهذا يفسر بأن الصراع على الكلمات كما هي على كل متر في الحدود استعراض قوة تدريبات إسرائيلية متواصلة لغاية الآن وليس أكثر نعم يعني ناصر كما تبعت ويعني استمرارا للصياق الذي تتفضل به ما تبعناه في إسرائيل هايوم وحديث المعلقين عن تحليلات الأمين العام لحزب الله هذا ما الذي يبنى عليه داخل إسرائيل عمليا ناصر؟ أولا إسرائيل لا تدخل حرب غير متأكدة بالمطلق بأنها سوف تتفوق فيها وإلا ستكون هناك جلبة كبيرة داخل إسرائيل ما ذكرته إسرائيل أيهم وما تذكره باقي المواقع بأن حزب الله امتلأ قدرة صاروخية كمية ونوعية على صعيد كسر التوازن ولا تنسى أيضا الطائرات المسيرة وهذا ما دفع إسرائيل إلى توقيع صفقة الغاز نتنياه ألمح إلى أنه ضد صفقة الغاز لكن لم يلغيها يعني يحاول الاستفادة إعلاميا من معارضاتها لكن هو يملك الصلاحيات والغالبية في الكنيسة لإلغاءها لم يفعل ذلك وبالتالي ما حدث في صفقة الغاز سوف يحدث على المدى المنظور في باقي القضايا سواء خيام حزب الله على الحدود أو قرية الغجر أو غيرها إنما هو محاولة أن إسرائيل تصدر للعالم العربي أنها لا تزال قوية وهذه الرسالة التي يؤكد عليه أن التانياه في اجتماعاته مع الجنرالات أن إسرائيل لا تزال قوية وقادرة وهي لديها قوة قتالية أو مدمرة ابقى معنا ناصر ونبقى في فلسطين المحتلة حيث استشهد اليوم فلسطينيان أحدهما فتى في السادسة عشرة من عمره بالأصاصي قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحة وقد ارتقى الفتى قصي عمر الولجة والشاب محمد ربحنجوم البالغ خمسة وعشرين عاما أثناء اقتحام الاحتلال للمخيم حيث تصدى لها الفلسطينيون بالحجارة والنيران وقد شيع أهالي المخيم الشهدين على وقع الهتافات المتمسكة بخط المقاومة ما يفتاح للشاهد ما يفتاح للشاهد تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر في الدم نفسيك يا شريك وإندم نفسيك يا شريك تكبير 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 وبالعودة إليك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة من بيت الأحمح ناصر اللحام ناصر يعني مخيم عقبة جبر في دائما في ضوء النار دائما هناك الشهداء هو امتداد الحالة في مختلف في عموم مناطق ومخيمات الضفة الغربية ظروف استشهاد الشابين ما وراء أيضا الاقتحامات المتكررة لمخيم عقبة جبر أولا مخيم عقبة جبر والوالدة الأم لكل المخيمات في الأردن تجمع اللاجئون في عام 48 في منطقة عقبة جبر بمئات الألاف ويصل إلى نصف مليون اللاجئون من هناك توزعوا وأجروا في النكبة والنكسة خرجوا خصوصا بعد 48 إلى مخيمات الأردن وسوريا ولبنان والعراق وغيرها وبالتالي اليوم نرى أنه أريحة مستهدفة أراضيها هي أكبر محافظة من ناحية الأراضي ومستهدفة من ناحية سكانها كمنطقة حدودية ومستهدفة بالطرقات شهر التسعين وحتى إسرائيل أطلقت على اسم شهر التسعين اسم المجحوم رحب عمز إيفي وكأنه استفزاز للأهالي هذا الاستهداف المتواصل لعقبة جبر وقتل الطفل قصي الولجي ومحمد ينجوم وهما لم يكن مسلحين وإنما هو قتل زائد وقتل إجرابي المقصود فقط إنزال خسائر بشرية بالسكان في أريحة وشيعة الجماهير في أريحة سواء في كتف الواد أو في مخام عقبة جبر الشهيدين لكن بالفعل هذا إجرام من جانب قوات الجيش التي تدخل لتعتقل وبينما هي تعتقل تقتل الطفل قصي أو الشاب محمد دون سبب شكرا لك على هذه التفاصيل من بيت الحمدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم شكرا في ملف الأسرى يواصل الأسرى الفلسطينيون اعتصامهم في بحات السجن احتجاجا على سمرار سياسة الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال خطوة الأسرى والتي تسمر لليوم الثالثة عشر تأتي ردا على ممارسات إدارة السجون بحق كوادر وقيادة الجبهة الشعبية وعزل مجموعة من قياديها هذا ويسعى الأسرى إلى عرقلة عمليات الفحص الأمني تزامنا مع سمرار تسعة أسرى إداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للسمرار اعتقالهم الإدارية من جهة أخرى وقع فجر اليوم انفجار كبير في مصنع تاعس بمستوطنة رمات هشرون شمالة الأبيب وفق ما ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية حيث أفادت بوقوع ثلاثة جرح أحدهم إصابته بارغة وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن حادث الانفجار خطير وأنه الثالث في الفترة الأخيرة أوضحت وأوضحت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على عدة نقاط اشتعال ونقلت وسائل الأعلام أن رئيس بلدية هاتسيليا كان قد حذر قبل ثلاثة أسابيع من خطر ما في هذه المنطقة واصفا إياها بالقنبلة الموقوتة إلى مصر حيث انعقدت أمس القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأكد بيانها الختامي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح وقال القادة وثلاثة أن حل القضية الفلسطينية هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية مشددين على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفقا للقانون الدولي كما أدان البيان الختامي تصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقود حقوق الشعب الفلسطيني في القاهرة أيضا يُعقد اليوم اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا بمشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي كان قد وصل أمس إلى العاصمة المصرية لهذه الغاية وبحسب وزارة الخارجية المصرية فإن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السوري في مقر وزارة الخارجية في القاهرة إلى سوريا حيث يشهد شمال البلاد وشرقها تصعيدا في العمليات العسكرية لداعش وهيئة تحرير الشام ضد نقاط الجيش السوري بالتزامن مع تعزيز واشنطن قواعدها العسكرية شمال دير الزور الأمر هو الذي استدعى رسالة دمشق تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في وقت تؤكد فيه أنقرة تمسكها بالبقاء في شمال سوريا وتقدم رؤيتها لإعادة اللاجئين احرض الباشا والتفاصيل إلى عمق البادية السورية صواريخ روسية تدمر مقار لداعش في دير الزور والبوكمال شمالية سوريا عمليات استطلاع رصد جوي مكنت الجيش السوري والقوات الجوفضائية الروسية من رصد تحركات لداعش عقب تنفيذه عمليات أدت إلى استشهاد جنود من الجيش السوري معلومات بني عليها لإرسال تعزيزات عسكرية هي الثانية في أقل من شهر للجيش السوري إلى شرقي البلد وتزامنت مع تعزيزات لحلفاء الجيش وصلت إلى المنطقة بالتوازي مع ارتفاع حدة التهديدات الأمريكية إما أن يعبد الأمريكي الدخول مباشر في صدام مع الجيش السوري وحلفاء والحرس السوري والحجد الشعبي داخل الأراضي السورية وهذا يفسر التعزيزات الضخمة التي وصلت إلى شمال شرق سوريا أو أن يكون هناك عملية إغلاق من داخل الحدود العراقية بدون الصدام مع الجيش السوري على المقلب الآخر سجلت جبهة شمال غربية سوريا عند جبال اللذقية تصعيدا لهيئة تحرير الشام استهدفت الهيئة نقاط الجيش السوري في عين البيضاء وقمة النبي يونس للمرة الثانية في أقل من أسبوع تصعيد يتزامن مع تحرك لخلايا داعش في البادية في وقت تكشف وسائل إعلام تركية عن مخطط أنقرة لإعادة اللاجئين إلى سوريا باعتماد خطة عمل ثالثة لا تغيب عنها مدينة حلب تركيا عندما تتحدث عن استثمارات فهي تتحدث عن بقاء طويل الأمد وبالتالي المطالب السورية بالخروج الأتراك من هذه مسألة سوف تكون محل تجازبات كثيرة في المستقبل الموقف التركي اليوم هو يتمفصل مع تصعيد في شمال غرب البلاد وهناك حديث متواتر عن تنسيق تركي أمريكي من أجل النقل المسلحين إلى مناطق خط الفرات خريطة طريق تركية تؤكد الحضور العسكرية التركي شمالية سوريا وتعتمد الاقتصاد منطلقا لها وتشكل عاصمة الاقتصاد السوري حلب هدفا رئيسيا تحت شعار يقضي بإحياء المدينة تجاريا واجتماعيا وفقا لرؤية أنقرة على صفيح ساخن تبدو الساحة السورية من حلب إلى الحسكة ودير الزور وصولا إلى التنف تصاعد داعش وهيئة تحرير الشام ميدانيا في وقت تتسارع فيه المخططات الأمريكية التركية الباحثة عن تحقيق أهداف هذين البلدين في الساحة السورية رضا الباشا حلب الميدين والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي أعلنت السلطات الأوكرانية عن قصف روسي عنيف فجر اليوم على منطقة الفيف القريبة من الحدود مع بولندا متحدثة عن سقوط عدد من القتلى والإصابات وأشارت إلى قصف تعرضت له كذلك منطقة لوتسك ودينبيرو بيتروفيسك في غرب البلاد وفي المقابل أعلن الجيش الروسي عن تدمير أكثر من عشرين موقعا للقوات الأوكرانية في دونياتسك هذا فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات هجومية روسية من طراز سوء 25 خلال تدميرها أهدافا أكرانية على اتجاه كرانسي ليمان كذلك أعلن الجيش الروسي اعتراضه طائرات بوينغ بوينغ عسكرية نرويجية حلقت فوق بحر بارنسا في المحيط المتجمد الشمالي وقال الجيش الروسي أن الطائرة من طراز بوينغ بثمانياء بوسيدون المخصصة للدوريات البحرية اقتربت من الأجواء الروسية فاعترضتها مقاتلات ميغ 29 مجبرة إياها على التراجع في غضون ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لسفن حربية في المحيط المتجمد الشمالي وهي تغادر قاعدة سفيرو مورسك ووفقا للوزارة يقوم الأسطول الشمالي بمناورات وتدريبات عسكرية في المحيط المتجمد الشمالي ومناطق طريق البحر الشمالي وكان السفن الأسطول قد غادرت القاعدة ومرت بخليج كولا للتجمع في بحر بارنس وفي روسيا أيضا ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع في محطة للتزود بالغاز في مدينة محشق العا بمنطقة داغستان جنوب البلاد إلى نحو 30 قتيلا ولفتت السلطات المحلية لوجود مخاوفة من حدوث انفجارات وحرائق جديدة كذلك أكدت وسائل الإعلام الرسمية مقتل شخصين وإصابة خمسة في انفجار بحقل تالينسكوي النفطي في منطقة خانتي مانسيسك غرب سيبيريا في المواقف أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى وكل من يدافع عن مصالحه الوطنية وطريقه المستقل للتنمية روسيا منفتحة على تعميق شراكة والتعاون العسكري التقني مع جميع الدول التي تدافع عن مصالحها وطريقها المستقلة في التنمية وأولئك الذين يعتقدون أن من المهم بناء نظام أمني متساون من شأنه الدفاع عن كل بلد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال في المناسبة ذاتها أن الأسلحة الروسية تثبت جدارتها في أوكرانيا ولفت إلى أن الغرب يبالغ في الدعاية لأسلحة التي ثبت أنها بعيدة كل البعد عن المثالية وكان شويغو قد استعرض أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية أسلحتنا تظهر الموثوقية والفعالية وفي الوقت نفسه تبين أن المعدات الغربية التي أعلن عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد من أن تكون خالية من العيوب في غضون ذلك يواصل وزير الدفاع الصيني لشانك فو زيارته لروسيا التي بدأها أمس حيث شارك في المعرض الروسي على أن ينتقل لاحقا إلى بيلاروسيا في جولة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي بحسب ما كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيلاروسيا أكد الرئيس أليكساندر لوكاشينكو أن نشر أسلحة نووية في بلاده هو رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية ونمو نشاط العسكري للولايات المتحدة وأحلف شمال الأطلسي لوكاشينكو خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي شدد على أن بلاده ستبقى جنبا إلى جنب مع شركائها من أجل تعزيز التعاون ومواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود في الوقت نفسه أكد لوكاشينكو أن ذلك لا يلغي المبادرات السلمية من أجل سناف الحوار حول أقضايا الأمن الأوروبية والعالمية على خط آخر غادر 22 دبلوماسيا روسيا العاصمة الملدوفية إثر تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن طلبت ملدوفا روسيا الشهر الفائت بإسحب معظم أفراد بعثتها وفي بيان شددت وزارة الخارجية الروسية على أن هذه الخطوة غير الودية من مسؤولي إيشناو ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية الملدوفية الرئيس البرازيلي لويس إناسيولولا دا سيلفا شدد على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا معتبرا أن كييف وموسكو فقط هما التي تعرفان كيفية إيجاد السلام يجب أن نجد طريقة لوقف هذه الحرب على الأرجح أوكرانيا وروسيا فقط تمتلكان ذلك وعندما تكونان متواضعتين بما يكفي للتحدث فستجدان حلا إلى ملف نيجر حيث فشل مجلس السلم والأمن الأفريقي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة وذلك خلال الشماعي الذي عقدامس في مقر الاتحاد الأفريقي في أديسابابا وقرر المجلس عقد الشماع آخر من دون تحديد الموعد إلى ذلك نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس محمد بازوم وفي بيان لها وصفت المجموعة الخطوة بأنها شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية في موازات ذلك كدر رئيسه والوزراء الجديد المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر على الأمين زين قدرة بلاده على تجاوز العقوبات التي فرضتها إكواس ردا على عزل بازوم وأشار الأمين زين في مقابلة مع إذاعة دويتش فيلي إلى أن المجلس العسكري ظل منفتحا على الحوار حتى قبل زيارة علماء مسلمين بارزين من نيجيريا لنيامي ولقائهم قادة المجلس العسكري ما كانت تعرف بالمستعمرة الفرنسية تغيرت أحوالها منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي إذ أنهى زعيم الانقلاب اتفاقيات الدفاع العسكري الفرنسية وطلب إلى الشركات التي تعمل في مجال تعدين اليورانيوم مغادرة البلاد وترك الموارد المتاحة للنيجيريين ليديروها بأنفسهم يأتي ذلك مع إعلان المجلس العسكري لاستعداد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بزوم بتهمة الخيانة العظمى على أي حال قامت حكومة النيجير بجمع الأدلة اللازمة لمقادات الرئيس المخلوع شركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويد الأمن الداخلي والخارجي للنيجير بعد علاقته برؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية المشهد ضبابي بعد نحو أسبوع على انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا إكواس لإعادة الرئيس المعزول والتي أمرت بنشر قوة احتياطية لاستعادة الحكم في النيجير من دون توضيح متى وكيف ستنشرها في ظل انقسامات بين أعضائها بشأن التدخل العسكري وتغليب الدبلوماسية في هذا السياق يأتي إعلان الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجير الموافقة على بدء محادثات مع إكواس لحل الأزمة بالتوازي يكثف وفد علماء الدين النيجيريين الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا الذي يتولى الرئاسة الدورية لإكواس واتفق وفد العلماء مع قادة الانقلاب على الحوار كما رفع توصية إلى قيادة نيجيريا بعدم اللجوء إلى الحل العسكري إلى جانب مخاضي الانقلاب وتبعاته تبقى الهواجس الأمنية حاضرة في البلد الواقع غربي القارة الصمراء وذلك مع سقوط ستة قتلى من الجنود النيجيريين وعشرة متشددين في معارك غربي البلاد هنا يطرح البعض تساؤلات عما إن كان الغرب وإكواس سيقبلان التطحية ببازوم في مقابل التهدئة النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل جولة رابعة من المحادثات بين الحكومة الكولومبية ومسلحي جيش التحرير الوطني في كاركاس أهلا بكم من جديد ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية ومن خلال منشور في منصته للتواصل الاجتماعي وصف ترامب الاتهامات بالزائفة وتساءل لماذا لم توجه إليه التهمة قبل سنتين ونصف معتبرا أن من يتهمه تعمد القيام بذلك أصدح حملته السياسية للانتخابات المقبلة وكانت هيئة محلفين كبرى في أتلنطا قد اتهمته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع المدعية العامة في جورجيا أمهلت ترامب وثمانية عشر متهما آخرين حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي للمثور أمام المحكمة وأشارت لأنها تريد إنهاء محاكمة ترامب في غضون ستة أشهر أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لم تبتعد قط عن مسار الدبلوماسية والمفاوضات وضف أمير عبداللهيان أن جميع الأموال يجري تحويلها باليورو إلى حساب ملكي في دولة إقليمية بحيث تستخدم إيران الحساب لشراء سلع لا تشملها العقوبات بالنسبة إلى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينحو التعاون في اتجاه جيد منظمتنا للطاقة الذرية والوكالة الدولية حققتها تقدما جيدا في بعض القضايا المسمات عالقة ولأن المنظمة تحولت تركيزها إلى المسائل التقنية فهذا سبب كاف لرؤية تقدم جيد جدا في العلاقة بين الجانبين أكد المتحدث باسم حارس الثورة في إيران العميد رمضان شريف أن أجهزة استخبارات تقف وراء الاعتداء الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز وفي تصريح له قال شريف إن الرد سيكون حازما هناك العديد من أجهزة الاستخبارات التي تقف وراء هذا الحادث الإرهابي وبحسب آخر المعلومات فإن الإرهابي المعتقل هو أحد مواطني الدول المجاورة لإيران لقد تم إلقاء القبض على عدد من المشتباه بهم الذين شاركوا في هجوم شيراز لقد قضينا على داعش والإرهابيين لكن هذه هي آخر محاولات أعداء الثورة الإسلامية بالتأكيد سنرد ردا حازما على الإرهابيين إلى ذلك ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في شيراز الاثنين بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه رئيس النيابة العامة في محافظة فارس أعلن أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية الطاجكستانية وهو يخضع للاستجواب من قبل أجهزة الأمنة كما أكد اعتقال عشرة أجانب مشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي تقرير مالك عمدة الإرهاب يضرب هنا في شيراز مجددا هو المشهد نفسه قبل عام في مرقد أحمد بن موسى الكاظم لا ذنبى لهؤلاء النسوة والأطفال سوى أنهم من بلد يحارب التكفير والإرهاب فطلقت أجسادهم رصاصات هذا الإرهابي الذي كان بحوزته ثمانية مخازنة للبنادق تحتوي على ثلاثمائة رصاصة أراد بها قتل أكبر عدد من المصلين لو لا تدخل قوات الأمن في الوقت الملائم قوات الأمن جعلت نفسها عرضة للنار لكي تحمي الناس ولا يصابوا بمكروه كان والدي يحلم بالشهادة ويتمنى أن يصبح شهيدا كلما توجه إلى مكان عملي في المرقد جريمة شيراز وصفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس بالدموية وتوعد بإنزال أشد العقاب بمن نفذها وخطط لها إن صمت المجتمع الدولي والدول التي تطالب بحقوق الإنسان هي مروج مثل هذه العمال الإرهابية سنرى كيف سيكون رد فعلهم على هذا الحادث الإرهابي أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من المجتبه في تورطهم في الهجوم فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من الخيوط والتفاصيل عن المنفذين والداعمين لهذه العملية الإرهابية خارج إيران وداخلها تدفع البلاد ضريبة مخاربتها الإرهاب الثمن باهظ بالتأكيد إلا أنه بحسب المسؤولين هنا لن يثنيها أبدا عن مواجهة الفكر الإرهابي التكفيرية مالك عابد طهران الميادين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتير شدان الهجوم الإرهابية في شيراز مطالبا على لسان ناطقي باسمه سيفان دوجاريك بتقديم المجرمين إلى العدالة وإنزال القصاص بهم الأمين العام يدين بقوة الهجمات الإرهابية التي شنت على موقع مقدس في مدينة شيراز وهو الهجوم الثاني خلال عشرة أشهر والأمين العام يعد الأعمال ضد المواقع الدينية مقيتة ويشدد على أهمية محاسبة مرتكبي الجريمة بحق المدنيين الذين من حقهم ممارسة شعائرهم بحرية كما ينقل أعمق تعازيه إلى ذوي الضحايا وإلى شعب جمهورية إيران الإسلامية ويتمنى الشفاء العاجل للجرحة أكد وزير أدفاعي في حكومة صنعاء لواء الركن محمد العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية أعدت العدة لمواجهة تحالف الحرب على اليمن مشيرا إلى أن هناك أسلحة جديدة ستعلن عنها القيادة في الوقت المناسب هناك عدوان على اليمن من قبل 8 سنوات ونحن الآن في العام التاسع وهناك أراضي محتلة يمنية مياهنا الأقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمياه الأقليمية اليمنية المتاخمة للمحيط الهندي وجزر يمنية محتلة ولكن بفضل سبحانه وتعالى ستحرر مياهنا الأقليمية وجزرنا وباب المندب وكل أراضي اليمنية وسنحرر الأرض والجغرافياء اليمنية برا وبحرا وجوا إن شاء الله تعالى أفادت مصادر محلية ليبية بأن الشبكات عنيفة اندلعت في العاصمة ترابلوس بين فسيلين موليين لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد لدبيبة وبحسب وسائل إعلام ليبية فن جهاز الردع أقدم على اعتقال أمر اللواء 444 محمود حمزة ما أدى لاندلاع مواجهة قام خلاله اللواء 444 باغتحام عدد من مقار جهاز الردع ومصادرة مركباته وآلياته كما سمعت أصوات القضائف المدفعية في أرجاء المدينة إلى فنزويل التي طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية القادة بالسئناف التحقيق في مزاعمة تتهم نظام الرئيس نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي بيننا كدى وزير الخارجية الفنزويل إيفانخيل بينتو أن القرار جاء بدوافع سياسية واضحة مشددا على أنه يندرج في إطار استراتيجية تغيير النظام التي تروجها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق وشددت كركاس على أنها ستستمر في استخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي ضد هجوم لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها وفي فنزويل تواصل الحكومة الكولومبية ومسلح جيش التحرير الوطني الجولة الرابعة من محادثات السلام في العاصمة كركاس واقترح المفاوضون مناقشة كيفية إغاثة السكان والمواقع الأكثر تضررا من النزاع حيث دعى ممثل وفد الحكومة الكولومبية إلى أن تكون دورة المفاوضات هذه دورة الناس وإلى الاستماع مباشرة إلى أصوات الضحايا وأشار ممثل جيش التحرير الوطني بدوره إلى أن المفاوضات قفزت من حيث الجودة لأنها على وشك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الثنائي الذي يجب أن ينتهي في شباط فبراير المقبل وفق تعبيره أكد رئيس كوريا الجنوبية يونسونك أوسوكيول أن القمة المقبلة مع زعماء الولايات المتحدة واليابان سترسم معلما جديدا في التعاون الثلاثي لمواجهة ما وصفها بتحديات كوريا الشمالية يونوا في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى السنوية لتحرير بلاده شدد على ضرورة تكثيف التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو من خلال المشاركة الفعلية للبيانات المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ التابعة لكوريا الشمالية هذا ومن المقرر أن تؤقد قمة ثلاثية في منتجع كام ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند يوم الجمعة المقبلة القمة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان التي ستؤقد في كام ديفيد في غضون ثلاثة أيام ستمثل علامة فارقة جديدة في التعاون الثلاثي أهمية التعاون الأمني الثلاثي تتزايد في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة من أجل منع التهديدات النووية وصاروخية لكوريا الشمالية بشكل أساسي يجب على جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان التعاون بنحو أوثق في أصول الاستطلاع ومشاركة بيانات الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا الشمالية في الأرجنتين حقق مرشح أقصى اليمين في الأرجنتين خافير ميلي تقدما في الانتخابات التمهيدية بحصوله على 32.2% من الأصوات الانتخابات التمهيدية تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 من 21 أكتوبر المقبل وقد شهدت حصول كتلة المعارضة الرئيسية المحافظة على 27 بفاصل 7% من الأصوات بعد فرزي 65% منها لا أعتقد أنه شخص جاد لقد فاز بمزيد من الأصوات أمل أن يتغير هذا في الانتخابات العامة أنه أمر مقلق بالنسبة لي وإضافة إلى ذلك لقد صوت له كثير من الشباب أعتقد أن الناخبين بمعظمهم سائم المراشحين الآخرين لأنهم يتصرفون بطريقة نفسها في الخير أو الشر أعتقد أنه تصويت عقبي من الناس على الفترتين الحالية والسابقة لذلك لا أعرف ما إذا كان التصويت ضدهم إيجابيا أنا أدعمهم ولكن سنرى علينا دائما أن نحترم أصوات الناس وختام النشرة مع جملة أخبار تتعلق بتغير المناخ في العالم بدءا من الصين التي تواصل مكافحة الفيضانات في وقت أصدرت السلطات اليابانية قرارا ببدء إجلاء أكثر من نصف مليون شخص على خلفية إعصار لان الذي يضرب عدة مناطق في البلاد وأدى الأعصار إلى أغلاق المتاجر في المدن التي يضربها الأعصار وإلى إلغاء خدمات النقل العامة المقررة في ظل أسبوع السفر التقليدي حيث أعلنت الخطوط اليابانية إلغاء مئات الرحلات إضافة إلى تعليق عدة خدمات أو خدمات قطارات سريعة إلى الهند حيث قتل خمسون شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في منطقة جبال الهملاية فيما بقي العشرات محاصرين أو في عداد المفقودين وقد تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ما أدى إلى أغلاق الطرق وتعطيل الاتصال بولايتين في جبال الهملاية ومن الفيضانات إلى الحرائق في هواي الأمريكية حيث قاربت حصيلة هذه الحرائق المئة قتيل وصدى تخوف من ارتفاعها بمقدار دعفين أو حتى ثلاثة أضعاف حاكم الولاية أشار إلى وجود نحو عشرين مفقودا لافتا إلى أن عمليات التمشيط قد تستغرق عشرة أيام لحصر العدد الكامل للقتلى وأضاف أن النيران دمرت مدينة لهينة بأكملها وتسببت في أضرار مادية كبيرة هذا واعتبرت هذه الحرائق الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة إلى ذلك رجح خبراء مناخ في الحكومة الأمريكية أن يكون العام الحالي الأكثر دفئا على الإطلاق وأن يكون العام المقبل أكثر حرا باحتمال يناهز خمسين في المئة مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة ناسا توقع أن يكون العام المقبل أكثر حرا من العام الحالي بسبب ظاهرة النينو وهي ظاهرة مناخية دورية فوق المحيط الهادئ تؤدي إلى ارتفاع إضافيا في الحرارة للمزيد من الأخبار والتقارير دائماً زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة